موسيقى مرحبا بكم مشاهدينا ومتتبعين على صفحات اجتماعية لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي حديث الثلاثاء في هذه الحلقة سنناقش المغرب في مجال الطاقة بين المؤهلات والتحديات رفقة ضيفنا عبدالإله الشامي وهو مدير التنمية المستدامة شمال إفريقيا وإفريقيا الوسطى بوكالة أنال جرين باور مرحبا بك شكرا جزيلا على استضافة شكرا يلتزم المغرب منذ سنة 2009 بتسريع تطوير الطاقات المتجددة وتعزيز الكفاءة في استخدام الطاقة وكذلك التكامل الإقليمي من خلال اعتماد استراتيجية وطنية تموحة للطاقة بعد أكثر من عشر سنوات تم تحقيق العديد من الإنجازات لكن بعد انتشار وباء كوفيد 19 والأزمة الصحية والاقتصادية التي نتجت عنه السؤال المطروح ما هي قراءتكم لتداعيات الأزمة على قطاع الطاقات المتجددة في المغرب شكرا جزيلا أولا على استضافة وتاليا شكرا على السؤال لأنه سؤال وجيه في هذا الظروف التي تعيشها المغرب والدول للعالم بأسره في ظروف هذا الجائحة الكورونا لبينات بأنه كان بعض العوامل التي تكون عوامل خارجية من الصعب تنبؤ بها في جميع الظروف التي يعيشها جميع الدول في العالم حاليا وكان بينات بأن هناك بعض العوامل هي عوامل صعبة جدا تعامل معها لأنها عوامل جديدة مسبقش يعني كان بهذا الوقع وبهذا الكم وهذا الحجم يعني الدول تصدى الظروف وحد الظروف وجيزة يعني وهذا الظرف يعني استثنائي ولكن ولله الحمد سواء المغرب ولا بعض الدول العالم بينوا على واحدة الجاهزية أولية ولكن كانت مع بعض الإجراءات تتصاحب هذا المشكل ديال كوفيد 19 هذه الإجراءات اللي كانت منها الحجر الصحي وبعد الإجراءات الأخرى اللي كان عنده واحد الوقع مباشر سواء على الحياة الاجتماعية ديالناس ولا على الاقتصاد بصفة خاصة ولا على سياسات الدول بطريقة يعني عامة هذا الوقع هذا كان بطبيعة الحال عنده واحد تأثير إجابا وسلبا في ناس الوقت إجابا لأنه بيين بأن جميع السياسات اللي كانت متابعة من قبل كوفيد 19 بينات أنه مشي دائما ذلك السياسات عندها واحد توجه واضح وصارح للمستقبل وكيف الشي يخذوا بعيد الاعتبار يعني المشاكل اللي يمكن المستقبل يجيبان لهم بطريقتنا وبأخرى سواء كان عندهم القابلية ولا الجاهزية باش يردوا على ذلك الإكرهات المستقبلية ولا ما عندهم شيء إذن هذه النقطة إجابية بينات بأن السياسات خصتوا بعيد الاعتبار هذه الأمور سواء على النطاق الشيماعي السياسي ولا الاقتصادي وسلبا طبعا لأن هذه الجائحة ديالكوفيد 19 بينات بأنه كان واحد لهشاشة هشاشة مشي على الصعيد الشيماعي ولا الاقتصادي ولكن واحد لهشاشة بينات بأن المنظومة اللي كانت منظومة اللي بغينا نقوله متراكبة ومتكاملة لأن جميع الدول ما عندهاش واحد اللي بغينا نقوله واحد المخزون في جميع التجاهات سواء مخجونة إذا بغينا نقوله على الصعيد ديال التغذية ولا على الصعيد ديال الطاقة ولا على بعض الأصعيدات اللي ربما نقوله لأنه يكون عندك صناعة قوية المواد الأولية غير متوفرة مئة في المئة في الدول إذن هذه بينا بأنه كان بعض السلبيات ديال الاقتصادات المتكاملة وفي ظرف هذه الجائحة بينات بأنه يعني ربما كانت بعض السياسات اللي يخذوها الدول أو سياسة كانت لها الحجر الصحي بني كدير الحجر الصحي كل شيء سيتوقف العاملات اللوجيستيكية كل شيء توقف إذن بينات بأن الدول اللي ما تتوفرش على واحد القابلية يعني ديال المورونة الاقتصاد ديالها ولا ديال السياسة الداخلية للبلاد بخير بالأخذ دائل الاعتبار دائل الأمور في تحويل يعني النمط السياسي والاقتصادي والاجتماعي باش على الأقل يكون عند نمط الاستهلاك الداخلي في البلاد وحد ما نقوله أقل ما يمكن لتحديد الاحتياجات الداخلية وتحيينيها في وقتها دول إشكال التي يكونوا مطرحوا غالباً ولكن يعني كان درس درس العالم بأسرية وليس فقط للقارة الأفريقية أو المغرب بسفة خاصة ولكن لجميع الدول في العالم وبعض القطاعات يعني اللي أخص بالذكر فيها القطاعات الحيوية في البلدان العالم اللي كان عندها التراكب وهذا التكامل الاقتصادي الدولي نتوافق هنا يعني على أننا في وضع استثنائي في هذه المرحلة الزمنية المرتبطة بالسياق يعني عالمي تم فرد العديد من القيود كما ذكرت ولا تزار العديد من الدول يعني تعاني ربما تباطؤاً في اقتصاداتها في هذا السياق هل تعتقد أن الأزمة الاقتصادية تبرر ربما تقليص الإجراءات البيئية أو على العكس من ذلك هل يمكن أن يكون بمثابة ربما محفز لتسريع التحول الأخضر؟ شكراً جزيلاً للسؤال هذا السؤال يعني تتم حوره في واحدة اللبض القصة ديال الإكرهات البيئية اللي كانت حالياً الأسئلة المطروحة كانت يعني احتفق إطار ما قبل كوفيد-19 يعني مشاكل البيئة وديال مشاكل المتعلقة بتغير المناخي هذه كل الأسئلة كانت مطروحة بحدة في الأجندات الدولية وعلى صعيد جميع الاقتصادات العالم على رأسي الاقتصادات الملويتة الأكتر يعني لديهم البيئاتات ديال الثاني أرسيد كاربول الأكبر على المستوى الصعيد الدولي بينات بأن هذا التوجه اللي كان سابقاً هو توجه ربما نقوله بين القوصين توجه غير سالي مئة في المئة لأنها ما تحتار مش المعايير البيئية وخا الدول كلهم كان عندهم اللي بغينا نقوله واحد المسؤولية اللي كانت يعني ربما طرحت بصيفة أكبر في المنتقيات الدولية ما قبل كورونا ما قبل كوفيد-19 ولكن فيما بعد بينات بأن هذا المسألة ديال الجائحة ديالكوفيد-19 طرحت هالنقطة ديالبيئة أو نقطة ديالبيئاتات ديالغازات الثاني أرسيد الكربون بحدة أكثر لسببين السبب الأول هو أن هذه الاقتصادات كما قلنا من قبل ربما كانت اقتصادات قوية ولا زالت ولكن كانت اقتصادات اللي عندها واحد الوقع إيجابي على الاقتصاد ديالها وعلى التنمية ديال الدول العالم صفاء ما في توجه بعض الانتجات بعض التوجهات الاقتصادية التي تمحورها تحول اسكونابل ما نقوم بتسميته يعني المحاور الاقتصادية في العالم يعني مفرات بعض تكنولوجيا تحديثة بعض التطورات في الصناعات بعض الانتجات اللي مكنات من تخفيض الكل فاد الانتاج وبالزاف ديال الأمور فاد الانتجاه ولكن هاتش كله ما تداش بدون تأتير سيلبيع على المناخ وهذا هو اللي كان الوقع ما قبل كوفيد 19 ولكن فجأت الجائحة ديالكوفيد 19 بينات بأن هاد الأنظمة الاقتصادية اللي كانت اخدات بعيد الاعتبار تحول البيئي في المنظومة الاقتصادية لها بصفة عامة بينات بأن عندها واحد القدرة واحد المرونة في التحول بسرعة بدون المساس بربحية ديالها ولا بالاستدامة لوجود ديالها في الأسواق العالمية وهذا إلا بغينا نقول ما بين النقطة التي تريد أن نوصلها هو أنها تحولت لوقعات وخاف ضرف الحجر الصحي هذه الاقتصادات اللي كانت عندهم هاد المرونة في التحول ديالهم ودخلوه في المنظومة الاقتصادية ديالهم للنقطة البيئية بوحد الصفة إلا بغينا نقول يعني مدققة مش فقط كعنوان يعني يتم مترحه في المنتديات وفي اللقاءات ولكن كنقطة مهمة تدخل في إطار السياسة الداخلية للعمل لهذا المنظومات الاقتصادية اللي مكنتهم أولا خلق فرص عمل جديدة خلق أيضا يعني منظومات العمل الاقتصادية واجتماعية وبيئية اللي مختلفة جدا على الأنظمة الاقتصادية القديمة هذا ما تأترش أبدا بطريقة أو بأخرى على ربحية المؤسسة أبدا ولكن تعطيها إلا بغينا نقول واحد الصبق في مستوى يعني العمل في الحالة اليومية سواء مع إلا بغينا نقول مع الشركة الاجتماعيين السياسيين والاقتصاديين الآن الشركات الكبيرة والشركات الدولية موقع الشركات كتعمل فقط في واحدة منظومة مغلقة يعني تمشيوا الدول عندهم ثقافات مختلفة عندهم سياسات بيئية مختلفة يعني ذلك الانفتاح أولا تكون انفتاح إيجابي تيخذه بعض الاعتبار للأمور وتيتمل ببلوراتها لفل سياسات الاقتصادية للشركات اللي تيتخذ بعض الاعتبار إيجابا يعني من فترات إلى بغينا نقوله ديال التركيب المحاور ديال الدراسات الأولية للمشاريع ديالهم ولا الاستثمارات الاقتصادية ديالهم اللي تتمكنهم فيما بعد ببلورات يعني واحد توجه اقتصادي يعني جديد تيخذ بعض الاعتبار للأمور ولهذا اللي يقولك في النقطة الثانية هو أن هذه الجائحة مكنت باشتبيين بأن هذه السياسات الاقتصادية اللي خذ الاعتبار النقطة البيئية مكنتهم أولا بحصر اللي بغينا نقوله السلبيات اللي يمكن تجي في هذا النطاق ديال اللي بغينا نقوله على سبيل المثال ديال التوجهات اللي ما كانت واخذ بعض الاعتبار هذه النقطة وكانت امتلاع عديدة المثال الوحيد اللي قلنا من قبل هو بطبيعة الحال النبيعاتات ديالتاني واكسي الكاربون ولكن كانت امتلاع جد متعددة في إطار النقاط المتعلقة باحترام البيئة ربما نشير لها في نقاط مستقبلية في الأسئلة ديالك إن شاء الله في هذا يعني سياق دائما سيتطلب إزالة الكاربون من الاقتصاد المغربي حصة أكبر بكثير من الكهرباء المتجددة المنتجة لكهرباء بعض القطاعات مثل اللوجستيك والنقل ما هي التحديات التقنية التي قد ربما يخلقها ذلك لشبكات الكهرباء من حيث الاستقرار والمرونة والتخزين شكرا جزيلا على السؤال يعني حطتي الأصبع ذلك على واحد نقطة مهمة انبيعاتات ديالتاني اوكسي الكاربون ولا بصفة عامة ما يسمى بنقطة الكاربون في اقتصادات الدولية هي نقطة مهمة لكن العوامل المؤترة يعني مباشرة فيها إذا بغنا نقول بطريقتنا وباخرها إجابا وسلبا هي الكهرباء النقطة ديال الكهرباء يمكن أن يكون عندها واحد القيمة مضافة جد إيجابية إذا تم أخذ بعيد الاعتبار الطاقة النظيفة وفي هذه الإطارة التي يمكن ماشي فقط يعني ربما تقليل من بيعاتات ديال الغازات ديالتاني اوكسي الكاربون وغازات أخرى لغازات تسمى المحيط البيئي ديال الوسط اللي تنعيش فيه ككائنة حياء الكرة الأرلية ولكن تيمكن أيضا من تنويع مصادر الطاقة في الاقتصادات النامية إذا رجعنا قبل سنوات يعني من هذه الجائحة كان الأتمينة ديال يعني البدائل ديال الطاقة المتجددة كان الطاقة الأحفورية كان يعني واحد تسارع في الأتمينة لا ماتيلة لا يعني وصلنا إلى واحد الأتمينة خيالية وربما في السنوات الأخيرة تم تشجيل بعض النزول يعني فيما يخص الأتمينة ديال الوقود الأحفوري ولكن هذا مش مؤشر يعني دائم في الاقتصاد إذا أخذنا مثلا 20 و30 سنة اللي فاتت في الاقتصادة الدولية التمن ديال الوقود الأحفوري كان يعني نقطة أساسية في إذا بغينا نقوله في جميع الميزانية ديال هالدولي يعني كي يخذوه كنقطة أساس لبناء الميزانيات الداخلية لدوليهم وفي نفس الأساس هو نقطة مهمة الاقتصادات ديال دول العالم وطبعا الحال هو أيضا نقطة مهمة تتم تمركز عليها في الدراسات ديال انبعاثات ديال أكسيد الكربون وأيضا فالتوجه اللي اطرحت عليه السؤال هو التوجه حول طاقة بديلة طاقة نظيفة اللي غا تمكننا في نفس الوقت تأمين إذا بغينا نقوله مصادر ديال الطاقة في الدول وتنويعها وما تيبقاش أنه يحتوجه فقط حول الطاقة الأحفورية أو بسيغتنا أو بأخرى طاقات يعني كلاسيكية ولكن تتزاد عليها الطاقات أخرى اللي هي الطاقات نظيفة وطاقات بديلة اللي كيتمكنها الدول والاقتصادات النامية على الأقل يكون عندهم واحد الاكتفاء داخلي في البلاد ديالهم وما تيكونش عندهم ذاك الارتباط الدائم يعني بالاستيراد ديال الطاقة الأحفورية وطبعا الحال وكل ما يأتي معها من ارتفاعات للإسمينة وفي هذا الإطار هذا طبعا باش ندخل الطاقات بديلة جديدة هناك يعني مجموعة من التكنولوجيات كتكون مصاحبة هذه التكنولوجيات كتحتم مش فقط على المستميرين في قطاع البناء ديال المصادر الطاقات المتجددة ولكن حتى في استقبال الطاقات المتجددة اللي تدخل إلا بغينا نقوله لمنظومة توزيع الكهربائي في البلدان المستقبلة لهذه الطاقات طبعا سؤالك في محلو لأنه علاش إلا بغينا نقوله الشبكات المتواجدة حالين هي الشبكات كانت تتعمل فيما سابق طاقات الأحفورية عندها واحد طريقة لاستقبال ثم توزيع الطاقة على هذه الشبكات ولكن طبعا من كنتجي الطاقة البديلة والطاقة النظيفة هي طاقات تختلف وثمان شيئا ما هي الطاقات الأحفورية لأنه إلا بغينا نقوله هي لسه الطاقات يعني عندها واحد المنحنة يعني مستقر دائما ولكن عندها واحد المنحنة اللي تيمشي مع تواجد إلا بغينا نقوله ديال المصدر الطاقة الطبيعية سواء كان الشمس ولكن الريح ولكن الماء هذو طاقات ماشي دائما إلا كنتي في الشمس رفل النهار ما كينش في الليل الريح ما تيكونش 24 ساعة يعني كتب قديمة عندك واحد تواجد اللي تيكون مرتبط ارتباط تواثيق بالتواجد ديال المصدر الطاقة الطبيعية إذن بيمكن لكش تأدير شبكة ديالك تتير في نفس المسألة اللي كتير بها الطاقة الأحفورية اللي كتكون متواجدة لحسب المخزون اللي عندك ديال الطاقة الأحفورية إذن بدل منطلق هذا كيكونوا ست مارات يعني إضافية اللي تيكون المسيري للشبكات المحلية تيخدوه بعيدا الاعتبار بش يكون هاد تواجد ديال الطاقات المتكاملة تيخدوه بعيدا الاعتبار تقنيا وطبعا في مسألة توزيع أيضا تيخدوه بعيدا الاعتبار نعم في نفس الإطار يتطلب التحول في مجال الطاقة كما ذكر ست مارات كبيرة يعني في الطاقات المتجددة والبنية التحتية إلى غير ذلك ما هي القطاعات التي ربما في نظركم لها حاجة ماسة إلى الحوافز المالية من أجل تقليل تكلفة هذا الانتقال شو كان على السؤال يعني بصفة عامة بني سنتحدث على قطاع الطاقة والطاقات المتجددة بصفة خاصة يعني سنقصد جميع القطاعات المستهلكة للطاقة والكهرباء بصفة يعني مباشرة ربما التقافة للسهلاك اللي كان في بعض المشامعات وربما نضروا على المشامع ديالنا اللي دارت عليه الدراسة هنا في المغرب هي مشامعات اللي عندك بعض التوجهات السهلاكية اللي ربما بغينا نقوله كانت توجهات السهلاكية اللي عندنا على مستوى البيوت بصفة عامة في البيت عند السكينة العادية ثم كانت استهلاكات إلا بغينا نقوله الإنتاجية في إطار يعني النسيج الاقتصادي المتواجد فيه الاقتصادية للبلاد هنا طبعا هنا كان بعض القطاعات الاقتصادية المهمة إلا بغينا نخذه قطاعات أخرى للاقتصاد المغرب تعتمد عليه بحل فلاحة وهذه القطاعات مهمة جدا كان قطاع آخر لأي قطاعها النقل قطاعها مهم وعليش هالتوجه للقطاعات بالخصوص لشرط لهم لأن أيضا هما قطاعات اللي عندهم بعض بيعاتات الغازات السامة لأخذينا مثلا قطع النقل وقطع اللي ينقنه على رأس القطاعات الملويتة لأن أي إلا بغينا نقوله تقريبا الوسائل الأحفورية المستعملة عند البيعاتات الغازية ملويتة ونقل قطع النقل في المغرب كما هي قطاعات النقل في جميع الدول تستهلك أكبر لحصات الأسد من الوسائل الأحفورية في إنتاج الطاقة التي تتحرك المحركات ديالها وفضل إطار هذا طبعا تكون من الواجب التطرق إلى هذا النقاط لأن هذه القطاعات تتمتل قطاعات الأكبر في جميع الاقتصادات بالاستفاعة عمال التي يمكن تتخذ بعيدا الاعتبار أولا للسهلاك الموجود فيها ثانيا نمط للسهلاك يعني كيكون كميات وما نمط للسهلاك وثالثا ما هي البدائي المتاحة للسهلاك وفي إطار البدائي العادة يتم حوارة مجموعة من الحلول لأولا تحويل بطريقة تدريجي النمط للسهلاك إلى نمط لهو أخضر ونمط ناقي اللي دخل فيه كهرباء متجددة دخل فيه مصادر الكهرباء اللي هي متجددة وربما الإنسان اللي في البيت دياله ما يحش بأن الكهرباء اللي تستلكي كهرباء نظيفة وكهرباء خضرة لأن في الأصل الشبكة اللي كتجيب للكهرباء هي شبكة اللي كتكون متصلة ببعض المشاريع اللي كتنجي طابقات طاقات نظيفة يعني ربما هذه النقاط في الأول يجب الإشارة إليها بطريقة مدققة باش حسن المستهلك المغربي ولا المستهلك العام بسفاعة ما تيفهم بأنه عنده وحد الوقع على إذا بغينا نقول بيعاتات الغازية بطريقات مباشرة أو غير مباشرة أولا في نمط للسهلاك وكمية للسهلاك والطرق اللي تمكنه يبدل بهالنمط للسهلاك دياله طبعا هذه اللي بغينا على مستوى بسيط ولكن نطعنا مستوىات أكبر لا في الكمية ولا في الألميطة ديالسهلاك وربما في الاقتصادات الكبيرة إذا أخذنا المثال ديال المغرب في قطع الصناعات قريبا في المغرب عندنا سهلاكات كبيرة جدا يعني شركة المغربية الآن المصدرة إلى الخارج عندها وحد الهاجس كبير جدا كيفاش يحولوا والسهلاك الطاقي اللي عندهم داخل المؤسسات الانتاجية لهم إلى الطاقات أقل كلفة يعني عندها مصادر طاقة اللي هي متجددة وفي نفس الوقت تتمكنهم بأنهما كمنتجين لبعض المنتجات يعني يكون ممنتوج ملموس ولا يكون خدمة في إطار الخدمات تيكون عندهم من بعد إذا بغينا نقوله واحد القابلية باش يبينوا بأن المنتج ديالهم والطريقة اللي تنتجو بها هي طريقة لك تحاكي يعني أحسن الانتاجات في العالم أولا على سبيل كلفة وثانيا على سبيل طاقة المستلكة اللي هي طاقة متجددة نعم شكرا على التوضيح هل تم النظر بشكل كافي في مسألة مرونة أنظمة الطاقة في المغرب في خطة التعافي والانتعاش الاقتصادي أقول نعم لأنه كان شكرا على السؤال لأنه في الأول كانت واحد رؤية رائعة جدا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في إطار يعني البلوارة ديال استراتيجية المغربية ديال الطاقات المتجددة الطاقة في المغرب هضرنا عليها في النقطة الأولى لللقاء هي طاقات كان عندهم مصادر أحفورية بالنسبة الغالبة كانت طاقات المائية ولكن التوجه الملكي كانت توجه واضح وصريح جدا كانت أهداف مسترة باش هاد المنظومة الطاقية اللي أنا في المغرب توجه نحو أكتر ديال الطاقات المتجددة والطاقات النظيفة الهدفين اللي هضرنا عليهم في الأول أولا اللي تنويع المصادر الثقافة في البلاد هو يعني نخفضه دك اللي بغنا نقوله الارتبار ديال الاقتصاد المغربي بالأتمينة اللي كتكون ديما أتمينة هاية مرسافعة ولا منخفضة ديال الطاقة الأحفورية إذن هذا يمكننا باش يكون عندنا واحد القابلة وجهزية اقتصادية للبلاد من جهتين أساسيتين اللي هو تخفيض الكلفة وتخفيض أيضا يعني اللي بغنا نقوله ذاك الرؤية اللي كتكون ديما مشمولة بالالتزان بالأتمينة ديال السوق الدولية إذن لي كان هذا النقاط عندك واحد القابلية وطنية مهمة جدا إذن هذا الرؤية الملكية كانت نقطة انطلاقة باش خدت بعالي الاعتبار في سياسة الطاقية في البلاد بالحمد لله جميع المؤسسات الوطنية خدت بعالي الاعتبار هاد النقاط وتم تبلور مجموعة من استراتيجيات وهذه نقاط مهمة يجبوا الإشارات إليها وفي هذه الاستراتيجيات كانوا بعضهم يعني مجموعة من المشاريع مشاريع ديال الدولة اللي تم انطلاقة ديالها سنوات متعددة والحمد لله الى الان وصلنا الواحد المستوى متقديم جدا في المنظومة الطاقية المغربية لفي نسبة كبيرة ديالتاقات المتجددة وهذه مش هي نقطة نهاية يعني هذه نقطة البدء الهدف الأسماء هو نوصله الواحد المستوى يعني متقديم ديالتاقات المتجددة في المنظومة الطاقية في المغرب طبعا هذه الحالة هي تحتم جمعة من رؤى اللي نبغي نقوله اللي كتواكب هات السياسات الطاقية الناجعة في المغرب على جميع المستويات سواء على المستوى السراتيجي ولا على المستوى اللي نبغي نقوله الترتيكي ولا على المستوى حتى المشاريع في أرض الوطن يعني هذه النقاط هذو كلها مهمة جدا كانوا بعض التوجهات اللي ساعدت ولله الحمد المغرب وهنا أخص بالدكة يعني انخفاض الكلفة ديال بعض التكنولوجيات لمكنات المغرب الحمد لله يدخل تكنولوجيات جديدة في إطار الطاقة الريحية والطاقة الشمسية وهذه نقاط مهمة جدا اللي غا تمكننا مستقبلنا أيضا إن شاء الله غا يكون على مستوى المغرب بإذن الله تعالى توجه واضح جدا في إطار يعني بالوطن بعض التكنولوجيات اللي غا يكون عندها واحد الوقع على الكلفة الإنتاجية ديال العدل المنتج المغربي والصناعة المغربية وصفة عمل اللي هي موجهة للاقتصادات يعني ديال التصدير نعم وهذه نقطة مهمة جدا نعم ونحن يعني بعد أسابيع من إصدار تقرير اللجل خاصة بالنموذج تنمو الجديد كانوا هناك يعني مجزوء خاصة بالطاقة ما هي ربما قراءتكم بشكل يعني وجز حول هذا المحور شكرا جزيلا على السؤال البرنامج الذي تم محورته يعني كرؤية استباقية لتطوير الاقتصاد في المغرب هي رؤية جيدة جدا يعني ولقد استحسن مجموعة من الأطراف يعني عن المستوى السياسي والمستوى الشيماعي والاقتصادي ويعني في قراءة البرنامج اللي تم التقديم دياله هو برنامج متكامل طبيعة الحال اللي عنده واحدة رؤية السباقية مجموعة من القطاعات اللي هي متكاملة جدا وفي واحد جزء يعني مهم يتطرق إلى نقطة الطاقة والطاقة المتجددة بصفة خاصة وكان يعني الخلاصة دي للبرنامج أن الطاقة المتجددة كتلعب ضرور كبير في الاقتصاد وخصط نما بطريقة أكبر وهذه النقطة دي مهمة يجبوا الإشارات إليها لأن حتى النموذج النموذج الجديد هو نموذج اللي تشوف بأن باش يكون عندنا واحدة السباقية واحدة الجاهزية في السوق الوطنية ولا في السوق الدولية ضروري الكلفة الانتاجية دي القطاع الاقتصادية في المغرب ولا تنخافض وباش نخافض النسبة الكبيرة اللي عناها هي الكلفة ديال الطاقة المستعملة الكلفة مش هي كلفة ديال التامة اللي سنخلصه فقط ولكن كين كلفة الكربون اللي سيكون ديال النقطة المهمة حتى في التقرير ديال النموذج النموذج الجديد الشركات ولا الاقتصادات اللي تنمات في المغرب القطاعات بصفة عامة أساس والفلاحة والفلاحات التحويلية ولا الصناعة يعني التعدينية ولا الأخرى بحسيارات وقطاعات أخرى يعني كتبوا الور حول خطة يعني بغينا نقوله محواري اللي هي تصدر ومن اللي سنقوله تصدر عندك أسواق كلاسيكية بحال الاتحاد الأوروبي اللي خرجوا ميكانيزمات جديدة منها ميكانيزمات الكاربون يعني تطرح يعني بغينا نقوله واحد منظومة جديدة اللي تتحتم على الاقتصاد ديالنا يكون عنده واحد المرونة مشي في التحول السريع ولكن مرونة استباقية وهذا هو الضر اللي لعبته اللجنة ديال برنامج تنموي جديد خدس بعيدا اعتبار هذه الأمور وتم البلورة دياله في نقاط محدنة اللي يعطاه يعني التوجيه باش يكون هذا الاقتصاد عنده على الأقل هذا النقاط اللي غيرتعطي القدرة للاقتصاد وقطاعات الاقتصادية المنتجة في المغرب باش يكون قطاعات يعني متنافسة بطريقة مربحة الاقتصاد الوطني طبعا وخالق لي فرص الشغل مستقبلا إن شاء الله نعم في بداية سنة 2020 تضافرت جهود كل من مركز سياسات من أجل الجنوب الجديد ووكالة إنل جرينباور لإطلاق التفكير في تحول طاقة الذي يهدفه إلى المساهمة في العمل يعني الجاري بشأن القضاء التدريجي على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050 تم تنفيذ هذا يعني التفكير في تعاون مع شركاء محليين من حكومات من حكومة وهيئات يعني تنظيمية وشراكات مع المجتمع المدني هل يمكنك إخبارنا بمزيد يعني من المعلومات أو التفاصيل حول الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج ونتائجه شكرا جزيلا على السؤال وأولا يجب تقديم شكر للPolicy Center for the New South على هذا نسبه شريك وشريك مهم على المستوى ليس فقط دي المغرب ولكن على المستوى الإقليمي وعلى المستوى يعني دي القارة الإفريقية بصفة عامة ولله الحمد يعني كانت تجربة متمرة مع الشريك دينا في إطار الدراسة اللي قمنا بها مع المستشار أفري لتحديد بعض التوجهات إلا بغينا نقوله دي التحول دي السياسة الطاقية في المغرب ولكن كما قلت سؤال للك سؤال وجهي جدا لهدف وراءها الدراسة وهدف بسيط كانوا دراسات كبيرة وسياسة كما شرم لها سالفا في اللقاء عنا سياسة وطنية عنا برامج وطنية في إطار إلا بغينا نقوله الطاقة والطاقات المتجددة ولكن كان في نظرنا وفي نظر جميع الشركاء اللي كنتم اللقاء معهم على الصعيد الوطني سواء الوزارة الطاقة وطني للكهرباء والماء الصالح الشروع أو المشامع المدني في المغرب كان فكرة طيبة جدا هو كيف يكون واحد من درا دي الواحد إلا بغينا نقوله اقتصاد اقتصاد أخضر وهذا اقتصاد أخضر باش يكون يعني الفكرة من ورائه كيفاش يمكننا نوصل ذلك الاقتصاد هذا عن طريق الطاقة وعن طريق الطاقات المتجددة كيف يمكن بالورة استعمال الطاقات المتجددة من المرور من إلا بغينا نقوله واحد المزيج طاقي في المغرب اللي في الطاقات الأحفورية كمصدر لإنتاج الطاقة الكهربائية إلا إلا بغينا نقوله استعمال للطاقات المتجددة في قطاعات مختلفة طبعا وتكون المصدر ديالها طاقات نظيفة وطاقات في جميع الأحوال أقل كل فتن من الطاقة الأحفورية هذا هو الهدف اللي كان وراء الدراسة والحمد لله كانت دراسة إلا بغينا نقوله مشمولة بمجموعة من الآراء من جميع الشركة المحليين وكانت يعني الملاحظات ديالهم ولا إلا بغينا نقوله الإرشادات ديالهم فضل الإطار ساعدتنا بزاف لبلوارت بعض النقاط المهمة في الدراسة ومن أخذ بعض القطاعات المهمة اللي شرنا ساليفا في اللقاء اللي هي القطاعات إلا بغينا نقوله المسهلة كأكتر للطاقة الطاقة الكهربائية بأسفات خاصة وأيضا اللي كتساهم بطريقة أو بأخرى في النبيعاتات الغازية في المغرب وكان القطاع ديال النقل كالقطاع ديال الفلاحة كالقطاع السكان والقطاع ديال الإنتاج تقل كهربائية بسفات خاصة اللي كانت يعني من الواجه بعين الطرقولية باش ندرسو يعني الطرق الأنجع باش يمكن هذا القطاع هذا يساهم في واحد من الطلاقة اقتصادية نعم والحمد لله جاءت في الضرف ما قبل كوفيد-19 وتم الدراسة في كوفيد والحمد لله اتخذ من الاعتبار ايضا حسن النقطة ديالجائحة ديالكوفيد-19 شكرا لدي آخر سؤال كيف يمكن التملك الجماعي لمختلف رهانات يعني المتعلقة بمجال الطاقة في المغرب من طرف الفاعلين المعنيين وتعزيز قدرات امتصاص ربما الجانب التكنولوجي للاستفادة من عوائد على المستوين الاقتصادي والاجتماعي بكادة عزيز يعني الرؤية المالية للمشاريع لسيتمالية الكبرى المتعلقة بالطاقة شكرا جزيلا على السؤال وسؤال مهم جدا يعني ربما يكون الدراسة الدارو دراسة ديالنا ولا دراسة اخرى ولكن الهدف الاسماء كما قلنا هو نخرج بوحدة رؤية السباقية كيف يمكن بلورة هذه النقاط هذه واخذها بعيدا الاعتبار يعني في إطار أخذ القرار المناسب لتسريع بعد توجهات الاقتصادية في بعض القطاعات المحددة ربما من وجهة الدراسة هي قطاعات اللي عنده واحد الواقع الاقتصادي كبير جدا ولكن عنده واحد الاقتصادي ايضا على مساوى تأتيارات البيئية المباشرة والغير المباشرة هذه النقاط هذه باشتخذ بعيدا الاعتبار كما اشرتي في السؤال أولا ولليلحم في بلدينا ومنظومة دي المشاريع القوانين ومنظومة ايضا دي السياسات الوطنية اللي اخدأت بعيدا الاعتبار للأمور يعني إلا بغينا نقول الأساس دي هاد النقاط متوفرة ومتوفرة بطريقة سليسة وخصبة النقطة اللي ربما خاص يكون عندنا واحد المساعدة في تخصيص بعد إلا بغينا نقول النقاط اللي يمكن تساعد في إسراع الوطيرة دي أخذ بعض القرارات على المستوى مثلا المشاريع للقوانين والقوانين دي يمكن تعطي واحد رؤية إيجابية والسباقية لبعض المستمرين سواء على المستوى الوطني ولا على المستوى الدولي إنه يشوف واحد المنظومة اللي بغينا نقول دي المشاريع والقوانين اللي هي كتسبق ربما بعض المنظومة دي الدول المتقدمة في إطار دي الطاقات والطاقات المتجديدة هذا يعطي إيجابي للمنظومة المالية الدولية باش يشوف ربما ما تكون مواكبة أحسن لبعض المشاريع الأكبر والهدف اللي يخذ المغرب والله الحمد دي الاثنمية مصادر الطاقة وإدخال الطاقات المتجديدة في المنظومة الطاقية المغرب ممكن يتم فقط بالمشاريع دي الدول ولكن ضروري يتم بمشاريع دي القطاع الخاص والقطاع المندمج مع القطاع الخاص والقطاع الحكومي والحمد لله تجربة دي البرتنار والمنظومة دي حدات الشركات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع التمويل الخارجي مكنت باش تبلوها ربما رؤية جديدة اللي فيها الربحية يعني ربما نقوله جيدة جدا ولكن فيها رؤية السباقية اللي كتحتم على هات الشركاء هذي يكون عندهم واحد من نظرة واضحة جدا ربما فالنقطة هذي اللي يمكن يساعد بطريقة أكبر هو إشراك بعض من هات الشركاء على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي في ربما طرح بعد إلا بغنا نقوله واحد تتوجه للسراتيجية السباقية اللي ربما الآن إلا أخذينا المثال للألتحاد الأوروبي في ضرف جائحة كوفيد-19 خذوا بعض القرارات لإعادة إلا بغنا نقوله هيكلة الاقتصاد فيما بعد النقطة الأساسية اللي تمحور حولها مرنامج إعادة هيكلة الاقتصاد فيما بعد كان نقطة ديال الطاقة والطاقات المنتج الجديدة وكان ما بين المسائل اللي غادي تمويل المرنامج ديال تمويل ديال إعادة هيكلة الاقتصاد الأوروبي هو يعني إلا بغنا نقوله الضربة على الكاربون يعني كانت بعض الأمسائل المهمة اللي كتبيين بأن بطبيعة الحال هذه النقطة هذه يمكن أن تتخذ بطريقة مباشرة بطريقة بجميع الشركاء المحليين وهي مؤخودة بعلا تبار سابقا ولكن النقطة الإلزامية ربما اللي كتبتنا احنا كذولا كالمغرب في المنظومة الجهوية في المنطقة هي الإسراع في اتخذ بعض القرارات ربما على مستوى مشاريع القوانين والقوانين المتواجدة في إطار الطاقات المتجديدة اللي غير يمكن تساعد تعطي ذلك الرؤية السباقية لهذا الشركاء الدوليين باش يستمروا بسرعة باش يمكن ربما نعطي واحد الإسراع مباشر في هذه النقطة هذه ربما واحد نقطة متكاملة أخرى إجابة على السؤال وهي على النقطة إلا مغنى نقوله دي البنية تحتية في إطار الطاقات في المغرب الحمد لله هذا مشاريع مهمة جدا في المغرب ربما في ظرف وجيش جدا في هذا السيني للآخرة ولكن لمغنى وحد المنظومة الطاقية جديدة اللي فيها طاقات المنتج جديدة أكبر يعني تلزم عندنا يكون استثمارات أكبر الشباة كهربائية طريقة تسير الكهرباء والتوزيع ديها وأيضا في المنظومة ربما اللي كينا حاليا هي منظومة جيدة جدا ولكن يجب وتطويروها لأنه تطوير على الطاقة على طريقة التكنولوجية المستعملة حاليا في مجموعة من الاقتصادات اللي عندها نسبة كبيرة من الطاقة النظيفة يعني السؤال ديالتكنولوجية الحديثة ليس بسؤال يطراحي يعني دخلات بطريقة مندمجة في تسير ديال الطاقة يعني كان استهلاك إلا بغن أقول ديال الطاقة اللي هو تيمكن يتسير عن بعد تتعرف الطاقة التي تسهلك يمكن تسير توقفات يعني جميع النقاط بطريقة تتسعمل التكنولوجية والتكنولوجية الحديثة بطريقة أكبر وأكبر لك تسهل تكلفة ديالتير وكتسهل أيضا يعني الطريقة ديالتير ديال المنظومة الطاقية على المستوى أكبر وتتخلق سوق ديالتاقات يعني المتجددة بسفتين أوسع نعم نصل هنا إلى نهاية نقاشنا اليوم ونجدد شكرنا لديفنا سيدة بالإله الشامي أذكر أنه مدير التنمية المستدامة بشمال إفريقيا وإفريقيا الوسطى بوكالة أنالغرين باور أشكر كذلك الطاقم التقني الذي يواكب برنامجنا كل أسبوع ونشكر كذلك متتبعين ومستمعين على صفحات الاجتماعية لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد موعدنا التلتاء القادم على الساعة الخامسة والنصف شكرا لكم اشتركوا في القناة